بمناسبة ان النهاردة اليوم العلامي نغسل يدين ودي حملة بتعملها من نظامة السحر العالمية من سنة 2008 بهدف رفع الوعي باهمية غسل يدين بالصابون باعتبارها عامل اساسي في الوقاية من الامراض وزي ما هو واضح من شعار الحملة اللي بيجمع المية والصابون والايد تعالوا نتعرف على اول وقت دم صابونة في التاريخ اتعملت امتى وتصنعت من ايه ونتعرف كمان على اول مصنع للصابون اتعمل امتى تسمية كلمة صابون جات من كلمة سابو نسبة الى تل سابو فروما واللي كان بيعتقد انه اول مكان اتعرف فيه الصابون بالصدفة لما كان مجموعة من المزارعين بينظفوا جلود المشية المتبوحة على ضفة النهر وكان الدهون الحيوانات بتتدفق عبر النهر لحد ما توصل لمكان اسفل التل واللي كان مجموعة من النساء بتخسن ملابسها فيه فلاحظوا ان الدهون دي بتختلف بتربة النهر ومياهو عشان تكون خليط من مادة غريبة بتساعد في ازالة الاوساخ وتنظيف الملابس بسرعة وسهولة فاطلقوا عليها اسم سوابو تيمنا باسم التل لكن ده مش قدم صابون في التاريخ البابليين هم اول ناس قاموا بصناعة الصابون وده اللي كشفته بعض الحفريات القديمة في مدينة بابل اللي بتتكلم بالتفصيل عن تصناعة صابون واللي بتأكد البابليين كانوا بيقوموا بصناعة الصابون من حوالي الفين وتمنمائة سنة قبل الميلاد وقاموا بصناعته عن طريق استخدام الدهون النباتية والحيوانية زي الخنزير وخلطها مع الرماد او الصدقاش وبعد كده بتسيبها تغلي الفترة وكانوا بيستخدموا الصابون ده في عمليات تنظيف الصوف والقطن المستخدم في صناعة النسيج وكمان كان بيستخدم في بعض امور الطب وزي ما هو واضح ان السبب الرئيسي لصناعة الصابون ما كانش لاستخدامه لاستحمام او النظافة الشخصية وبعد البابليين وجدنا كتابات من ورق البردي بتأكد المصريين القدماء قاموا في عام 1550 قبل الميلاد بصناعة مادة تشبه الصابون عن طريق خلط الزيوت النباتية مع الاملاح القلوية واستخدموا المادة دي في التنظيف برضو وكمان بدأت النساء ساعتها تستخدمها في غسل شعرهم وفي القرن السابع الميلادي عرف المسلمين الصابون وقاموا بإدخال تطورات كتير على مكوناته زي البطاس مثلا وده اللي خليه اكتر تنظيفا وتعددت انواعه واشكاله وكمان زادت استخداماته اليومية واصبح منتشر في كل مجالات الحياة بس كل اللي فات ده كان الصابون بيتصنع بشكل فردي لكن اول واقدم مصنع صابون نباتي في العالم اكتشفوا علماء الاصار في فلسطين واللي استخدموا فيه زيت الزيتوم بدل من الدهون الحيوانية وعمره كان 1200 سنة وموجود في القرية بدوية في مدينة راهة القديمة وفي البدايات المبكرة لصناعة الصابون كان الطلب على الصابون مرتفع ولكنه كان مكلف جدا وكان فيه احتكار لانتاج الصابون في اماكن كتير وبالرغم انه اصبح هناك العديد من الوصفات لصناعة الصابون ولكن الصابون كان لسه مكلف جدا لحد سنة 1775 لما اعلنت الاكاديمية الفرنسية للعلوم عن جائزة مالية للي يقدر يصنع الصابون بطريقة سهلة منخفضة التكلفة وبدأ العلماء ساعتها يحاولوا لحد ما اكتشف العالم الفرنسي نيكولا لبلان العملية الكيميائية اللي بتمكنه من انتاج رماد الصودا او كربونات السوديوم من الملح العادي واللي سهلت جدا عملية صناعة الزجاج والورق وكمان الصابون مما ادى الانخفاض تمنه واللي بسببه اصبح الصابون رخيصه متداول للناس كلها وده اللي عمل نقلة كبيرة لصناعة الصابون واللي فتحت للمجال لابداع وابتكار مقات الانواع من الصابون والمنظفات اللي بنتعامل معها دلوقتي وبقت جزء اساسي من حياتي وما تنساش تخسر ايدك كويس بالصابون